مرحباً أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج الجدي لشهر 2 إشباط 2023 إن شاء الله سيكون بداية شهر ممتاز جداً مليء بالأمور الإيجابية اللي بتصب بصالحك على جميع الأصعدة وخصوصاً يا أصدقائي إن كنت جاوزتوا فترة كانت مش سهلة عليكم مليئة في العقبات والعراقين اللي كانت تأخر من تقدمك وتفوقك على الجميع بس دائماً يا صديقي يا برج الجدي شو دي يعمل الحاسد مع الرازق طبعاً موليد برج الجدي من 22 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني هذول أصحاب موليد برج الجدي اللي هم الأكثر قيادية بالأبراج شو معنى كلمة إنه أنت برج قيادي إنك قادر تسيطر على الأشخاص اللي من حولك وعندك قدرة إنك تقنع أي شخص باللي بدك إياه وتكون ذكي جداً أكثر من الأشخاص اللي من حولك وهذه الصفات كلياتها تمتاز فيها يا صديقي يا برج الجدي طبعاً الأشخاص الجدد على القناة ما ينسوني بالاشتراك في القناة ومهم جداً تفعيل زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وأتمنى من الجميع ما ينسوني من اللايك أنا يا أصدقائي والعودوا بالله من كلمتنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية كمسابقة بتم اختيارهم من التعليقات إلى أسفل الفيديو كل آخر شهر بس قد ما أخذ ما رح أقدر أرضي الجميع بس البيئة ما بحالفوا الحظ هذه المرة إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ بإذن الله تعالى وللتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رحم الواتساب بتحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات والأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة قراءة كشف كامل روحاني عاطفياً ومهنياً ومالياً والأشهر اللي قادمة بإذن الله تعالى وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة بحاجة إلى نقاش بشكل مباشر إن شاء الله بنتناقش فيها وبنلاقي لها حل لنرى شو مخبالك ببداية شهر 2 إشباط 2023 ستشعر في قوة الحظ تدعمك وستساعدك في تجاوز كل العقبات والعرقيل اللي كانت تواجهك بالفترات الماضية ستتاح لك بعض الفرص المميزة والرائعة جداً لمكاسب مالية وخصوصاً إنك تستحق كل الحب والتقدير أيضاً من ناحية أخرى على حسن معاملتك مع الآخرين ودائماً قادر إنك تحكي كلمة حق وقدام حاكم جائر وهي من أحد ميزاتك يا صديقي يا برج الجدي نقمل يا أصدقائي أغلب هذه المكاسب المالية ستكون من أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي لأنت قائم عليه سيحاول أحد الأشخاص اللي من حولك زرع الفتنة بينك وبين الحبيب بأسلوب تشويه سمعتك أمام الحبيب اللي هو الشريك المستقبلي كيف يعني الشريك المستقبلي اللي بكون فيه شخص متفق انتويا على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل هذا الشخص سيستخدم أسلوب الفتنة لكي يخلي الحبيب يكرهك ويطلب الانفصال عنك هناك نقاش حاد حاول كون أكثر ودوء أعصاب ولا تأخذ الأمور بعصبية عشان تظلك مسيطر على الأمور من حولك وتعرف عدوك من صاحبك وأنت قادر يا صديقي يا برج الجديد لما تتناقش أنت والحبيب قدرة تحليلك الرائعة جدا أنك تقدر تعرف هذا الشخص وتوقفه عند حده ستقوم بإنجاز رائع جدا تلفت الانتباه إليك وستطلقى المكالمات الرائعة والحماسية اللي بتزيدك إصرارا على تحقيق النجاح حاول خد زمام الأمور بأيديك ولا تتردد لكي تدفع بمصلحتك إلى الأمام من ناحية أخرى هناك شخص من الأبراج الترابية يحاول إعاقة تقدمات إنه بتطلع عليك من نظرة الغيرة والحسد وبحب إنه يتفوق عليك وهو فيه تنافس بينك وبينه مين الأفضل ستتفوق على هذا الشخص بشكل واضح وصريح بسبب الإنجاز اللي ستقوم به الرائع جدا اللي ستلفت الانتباه إليك لنكمل يا أصدقائي ستكثر من التنقلات القصيرة بين المدن كون أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة وخصوصا إنه هناك الكثير من الأفكار التي تدور في رأسك اللي رح تسبب لك شوية شردان أو سرحان والحادث يا صديقي يا برج الجدي خلال ثاني واحدة كفيل إنه يسير وإحنا هذا الموضوع ما بنية يسير معك فحاول كن أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة وإن شاء الله ما رح يسير معك أي مكروه كان أما القائمون على عملهم ينتابك شعور في التعب والإرهاق الجسدي وخصوصا إنه هناك بعض الأعمال المتراكمة عليك وأيضا تقوم بمهام إضافية بهدف رفع من دخلك المادي أنت بحاجة ماسة إلى راحة جسدية حاول أنك تطلب من رؤسائك في العمل وبإذن الله سيتم الموافقة على هذا الموضوع أنك تأخذ فترة إجازة لتكسر فيها الروتيني اليومي تبعك وأيضا تستعيد طاقتك وعافيتك من أول وجديد وإثق تماما أنه سيعود عليك هذا الأمر بالنفع وأيضا ستقوم بمهامك بامتياز أكثر من زملائك في العمل أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة هناك بعض الفرص اللي لا بأس بها في الأمور التجارية مثل البيع والشراء بس حاول قدر المستطاع أنك تركز على الأمور المشتركة بينك وبين الأشخاص الآخرين مهنيا ولا تتردد أنك تحكي الأفكار والمشاريع التي تدور في رأسك للأشخاص اللي من حولك من أفراد العائلة أو الأصدقاء لأنه رح تلاحظ أنه في أشخاص نعجبوا بهذه الأفكار وهذه المشاريع وسيحاولوا يكونوا معك شراكة كشريك مضارب كيف يعني شريك مضارب يا أصدقائي يعني بكون منه هذا الشخص القوة المادية وأنت منك الجهد البدني والإدارة الداخلية هكذا تكون الشراكة اللي هي اسمها شريك مضارب لنكمل يا أصدقائي ونرى شو مقبالك بشهر بالمنتصف الثاني من شهر اثنين اشباط 2023 سيحاول أحد الأشخاص من الدائرة الثانية النصب عليك أو سرقة شيء من منتلكاتك الخاصة في مثل حلو يا أصدقائي اللي هو حرص ولا تخون يعني دير بالك على ممتلكاتك الخاصة مثل محفظتك تلفونك المال هذول الأمور تكون مركز عليهم علشان هذا الشخص اللي بيحاول صرقتك ما يطلع بيده أي شيء كان لأنه لما تكون انت محرص بتكون درع متين وبحتار عدوك فيك ومن ناحية أخرى اللي هي فكرة النصب حاول انك لا تقع في فخ التسرع كيف يعني لا تأخذ قرار بشكل سريع جدا ادرسه مالية فكر فيه جيدا وبعدين خذ القرار اللي بيدفع بمصلحتك إلى الأمام هناك تحديثات منزلية كمشتريات أو تحديث المركبة أو تغيير مسكن ويبتسم لك الحظ أيضا في الأمور الورقية مثل البيع والشراء وأيضا الأشخاص اللي عندهم أمور كمحكمة سيبتسم لهم الحظ وستكون النتائج كلياتها تصب بصالحا يا صديقي يا برج الجدي لنكمل يا أصدقائي ونرى شو مخبالكم شهر شباط هناك شخص ترتاح إلى صحبته وأيضا من أكثر الناس المقربين لدي هذا الشخص هو عبارة عن ثعبان في ناس كثير بتحكي عن مصطلح الثعبان خليني أشرح للأصخاص الجدد يا أصدقائي الثعبان هو عبارة عن الشخص اللي بيكون أمامك مثل الملاك ومستحيل أنك تبدله بأي شخص آخر أو يأخذ مكانته في قلبك بس اعلم يا صديقي أنه هذا الشخص أول ما تلف وجهك ما رح يتردد بغدرك وتشويه سمعتك سينشال الغباش عن عيونك واستكون الرؤية واضحة وخصوصا بالمنتصف الثاني من شهر اثنين ما رح تتردد أنك تفصل علاقتك مع هذا الشخص لأنه لا تعود لك بالنفع بس ومع ذلك رح تخسر اللي هي ثقتك بالأشخاص الآخرين لأنه هذا الشخص عزيز على قلبك وعمل هيك فكيف الآخرين اللي مش عزيزين عندك أو فيه علاقة مودة بينك وبينهم بس دائما يا صديقي مش كل أصابعك واحد فيه الكويس وفيه المليح وفيه الممتاز وفيه اللي بيكون معك على الموت اللي هو توأم الشعلة سأعمل حلقة عن توأم الشعلة بشكل مفصل بإذن الله تعالى لنكمل يا أصدقائي ونرى شو مخبالكو أيضا بشهر إشباط في الأمور الدراسية الأشخاص اللي عندهم كمطالعة أو امتحانات داخلية أو خارجية الحظ بدعمك بمجال الدراسة وإنت قادر أنك تحقق نتائج رائعة جدا أكثر مما تتوقع بس حاول يا صديقي يا برج الجدي أنك تميز صديقك من عدوك وخصوصا من الزملاء لأنه هناك شخص من الزملاء ينظر إليك نظرة الغيرة والحسد اللي بيحاول أنه ينزل من قيمتك وأيضا بمجالك الدراسي في طريقة تضييع وقتك على الفاضي مثل أنه يلهيك أو يحببك بالأمور الترفيهية وأشياء من هذا القبيل لا تدع هذا الشخص أنه يأخر من تقدمك وتفوقك على الجميع تشعر في الحض يتعمك وتزداد ثقتك بنفسك وستتمتع بطاقة كبيرة جدا تساعدك عن مواجهة الحياة بإذن الله تعالى أنا يا أصدقائي ولعوذ بالله كلمة أنا ما بحب الحلقة يتطول أكثر من هيك عشان ما تشعروا في الملل إن شاء الله سيكون القادم أفضل وأفضل بإذن الله تعالى كل الحب والتقدير لكم من كل قلبي